لا طالما كانت مسألة الوقود والطاقة قضية مقلقة بالنسبة للأردن الذي سجل انخفاضا كبيرا في مستوى أمن الطاقة للمرحلة الحالية على الأقل وذلك بسبب النقص في موارد الطاقة واعتماد ما نسبته على 97% على الطاقة المستوردة لتوليد الكهرباء الأمر الذي يزيد من عجز الميزانية واستجابة لتلك التحديات تقوم الحكومة والجهات المعنية بجهود حتيثة لدراسة الخيارات المتاحة ومنها دعمها للطاقة المتجددة حيث اختتمت مؤخرا أعمال المؤتمر العالمي للطاقة المتجددة بدورته السادسة للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس مكتب الاستشارات الهندسية في البنية الخضراء ودراسات الطاقة وعضو مركز الدراسات الاستراتيجية للطاقة دكتور المهندس أيوب أبو دية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك معنا صباح النور أهلا وسهلا إذن كنتيجة لما ذكرته الآن في المقدمة هناك ضرورة ما استى الاعتماد الأردن على نفسه في إنتاج الكهرباء كيف يتحقق ذلك؟ بداية نود أن نصحح رقم 97% وسائل الإعلام إجمالا بما في ذلك الإعلام الرسمي نعم يتحدث عن استيراد الأردن لـ 97% من الطاقة صحيح الآن في ظل نحن نحكي الآن عن 2018 في ظل إنتاج الطاقة المتجددة واكتشافات المصادر الأخرى من الطاقة مثل شوية غاز وشوية نفط الآن نحكي عن 94% فقط ممتاز هذا بالدراسات 2018؟ يعني نستطيع اليوم نتحدث عن أن الأردن يستورد 94% من طاقته من؟ يعني من وين أخذت؟ أنا حسبت هذه الأرقام من التقارير التي تصدر تقارير رسمية التي تصدر تمام يعني والمثال البسيط أن الأردن أنتج السنة في نهاية 2017 أنتج 1122 جيجاوات ساعة من الكهرباء من الطاقة المتجددة نعم طاقة رياح طاقة شمس إذن انخفاض النسبة أنت بترجح بسبب استخدام الطاقة المتجددة نعم لا شك طب نكمل لأنه كيف برأيك ممكن أن نحقق أيضا انخفاض في نسبة أكثر من ذلك في اعتماد الأردن على الطاقة المستوردة؟ شو اقتراحاتك؟ تعرفي قضية الاستراتيجية الوطنية للطاقة مسألة معقدة نعم لكن أنا من وجهة نظري أنها تسير في الاتجاه الصحيح ولكن بهمة ضعيفة يعني الأردن أصبح الآن ثالث دولة عربية في إنتاجه للطاقة المتجددة سبقتنا المغرب بخطوات وسبقتنا مصر أيضا بخطوات يعني عندما نتحدث عن المغرب طموحهم بالألفين وثلاثين تمانية وخمسين فيلمية طاقة متجددة نعم نحن الآن على طموح لنا عشرين فيلمية كهرباء أعتقد أنه الأردن في المرتبة الثانية بعد المغرب هكذا تم تسريح في المؤتمر الأخير لا هذا غير صحيح مصر تأتي في المرتبة الثانية نعم مصر الآن عندها عشرين فيلمية مشاركة في الطاقة المتجددة وأيضا من وين مصادرك بس للتأكد هاي مصادر من مصادر دولية من Renewable Energy Forum REN21 مثلا هاي أحد المصادر فبالتالي الأردن في المرتبة الثالثة لكن الأردن في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاستثمار في الطاقة المتجددة مقارنة بالجي دي بي اللي هو مجمل الإنتاج القومي فهذا شيء ممتاز نعم لكن لأنه الأردن صغير فنسبة استثماراته عالية في الطاقة المتجددة ولذلك حصل على هذه المرتبة طب نتحدث عن الموارد الطاقة المتجددة المتاحة في الأردن ما هي؟ أنا برأيي أهم مصدر للطاقة المتجددة في الأردن هو الشمس نعم طاقة الرياح ممتازة لكن محدودة الطاقة الشمسية غير محدودة ولذلك نرى دولا مثل مثلا في السويد في الآن يطمحوا أنه يصير عندهم مشاركة 100% طاقة متجددة بما في ذلك قطاع النقل يعني إحنا في الأردن بصراحة مهملين جدا قطاع النقل يعني بس نتحدث عن الطاقة المتجددة بنحكي عن توليد الكهرباء مثلا في الأبنية أو في المؤسسات أو في المصانع نعم لكن أيضا بهمنا أنه قطاع النقل بيستهلك نصف فتورة الطاقة تقريبا نصف فتورة الطاقة قطاع النقل وين الاستثمارات في قطاع النقل نحكي عن 2000 ميجا واط استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة طيب وين الاستثمارات في قطاع النقل اللي هو بيستهلك 50% من فتورة النفط نعم وإحنا بنشوف كيف الأسعار مرتفعة يعني اليوم صار 10 سنوات على أزمة النفط العالمية في سنة 2008 شهر 7 وصل سعر برميل النفط 147 دولار وكسور اليوم سعر المشتقات النفطية زي السعر هداك تقريبا مع أنه الأسعار نصف السعر عالميا نحكي عن أسعار بالسبعينات الآن نعم بالنسبة للأسعار في أحدى مؤلفاتك قلت أن النهضة تكمن في الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة سؤالي كيف يمكن أن نعكس إيجابيا استخدام التكنولوجيا الحديثة على تكلفة توليد الكهرباء وبالتالي انخفاض في فتورة الكهرباء للمواطن نعم هو الآن يعني أصبح واضح جدا ولا يوجد مجال للشك أنه الطاقة الشمسية هي أقل الطاقات تكلفة على الإطلاق الآن مشروع محمد بن راشد في الإمارات مشاريع في السعودية بتكلموا عن سعر الكيلو واط كهرباء اللي بكلف الآن الحكومة الأردنية حوالي 7 جروش بكلف 2 سنت 1.79 سنت لكيلو واط أور إذن لا مجال للشك لكن هل الأردن وشبكة الكهربائية مستعدة أنها تغطي كل احتياجاتها من الطاقة الشمسية؟ نعم سأتي إلى هذا المحور لاحقا لكن بالنسبة للطاقة الشمسية هناك مشروع شمس معان تعتقد أنه مجدي؟ أنا بعتقد كل مشاريع الطاقة الشمسية مجدية ابتداء من تركيب أقل استهلاكا في المملكة باستثناء الشريحة الدنيا طبعا كل ما تحدثنا عن ارتفاع في الشريحة في الاستهلاك الكهرباء الشهري قصدي يعني بلاش نحكي عن 500 كيلو واط يعني ممكن يكون أقل شوية كمان أي استثمار في هذا المجال هو أفضل استثمار موجود لأنه مردوده حتى لو كان على مدى سبع سنوات نعم تستردي رأس مالك يعني أنت بتحكي على 15% ربح يعني المبلغ اللي بتحطيه ألف دينار اليوم أنت بتربحي 150 دينار سنويا وعلى سبع سنوات بتسدي رأس مالك بلش تربحي يعني هلأ المواطن ما عم بيشوف أثار المشاريع هاي على الفاتورة الكهرباء لسه لقدام مستقبلا يعني بلمس الفرق أنا بشوف أنه يعني بلمس الفرق مباشرة مباشرة بالذات اللي استهلاكهم عالي لكن فيه إعاقات لهاي المشاريع يعني مثلا نظام الويلينج سيستم اللي كان اللي ما عنده مجال يركب على سطح بيته أو سطح الفندق قاعد بشتري أرض بره الآن حطوا رسوم عليها 400% أيضا سيارات الهايبريد قضية كبرى يعني بدل ما يساعدوا الناس يخففوا مصروف البنزين الآن أعاقوا ورفعوا الأسعار على السيارات لكن مؤخرا الحكومة عم ترفع يعني صر لها شهرين عم ترفع في أسعار الكهرباء أنت عم بتقول إنه بيشوف المواطن الفرق حاليا أنت عم بتقول الاستهلاك أيضا من 97 انخفض ل94 يعني أنا بدي أشوف كيف هاي المشاريع اللي تعتمد على الطاقة المتجددة عم بتأثر إيجابا على خفض فاتورة الكهرباء لدى المواطن يعني بالآخر إحنا بهمنا إنه تبقى التكلفة أقل والفاتورة اللي بيدفعها المواطن تنخفض هنا عندنا مشكلة إحنا إنه اللي فعلا رح يوفر فاتورته هو الأصحاب الاستهلاك المرتفع أصحاب الاستهلاك المرتفع عادة من دول دخول المرتفعة أما المواطن العادي ما رح يلمس فرق لأنه الكم من فلس اللي بدي يدفعهم زيادة على فاتورته بدهم ينعكسوا شو ما استهلك 100 كيلو بالشهر بدهم يدفع الفرق فبالتالي رح يدفع زيادة لكن اللي استثمر اللي بيصرف كتير واستثمر في الطاقة المتجددة بيدفع سفر يعني كتير من الفواتير الآن تيجي سفر ما بيدفع ولا أي شيء لأنه هو بولد كل كهربته آخر السنة بيعمل مقاصة مع الشركة بيكون اللي ولده أحياناً بيكون أكتر من اللي استهلكه نعم نعم فبالتالي هو ما بيدفع ولا فلس مهما ارتفعت أسعار الكهرباء لكن المواطن البسيط هو اللي بتفع الفرق ننتقل للتحديات في المؤتمر العالمي للطاقة المتجددة بالدورة السادسة اختتمت الفعاليات وتحدث المعنيون عن تحديات عدة تحديات الضغط على شبكة الكهرباء وتخزين الطاقة ما رأيك بهذه التحديات وممكن أنه نحن نوجد حلول لهذه التحديات أنا طبعاً ما بعرف ليش اختصروا هاي التحديات على الضغط على شبكة الكهرباء وتخزين الطاقة يعني فيه تحديات كتير أكبر يعني تحديات ترشيد الاستهلاك يعني عنوان المؤتمر هو كون المؤتمر انعقد وفيه هذا الكم الهائل من الأبحاث شي مهم جداً ويثنى عليه يعني الحقيقة يعني المؤتمر فيه حوالي 110-120 بحث وشاركت فيه 24 دولة هذا إنجاز مهم لكن أيضاً المؤتمر عنوانه مش فقط مصادر الطاقة المتجددة أيضاً ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الطاقة طب شو الحلول لهذه التحديات برأيك والله تحديات رفع كفاءة الطاقة مش شايفين يعني أي نتائج مع أنه في مؤسسة الآن مسؤولة عن هاي القضية في وزارة الطاقة لكن اللي هي جريف لكن في الأرقام الحقيقية يعني زي ما حكيت لك الآن صدرت مثلاً معلومات عن 2017 و2016 إذا قارننا بين حصة أو نصيب استهلاك الفرد في الأردن من الكهرباء في 2015 و2016 و2017 منلاحظ أنه فيه زيادة وبالتالي واضح أنه ما فيه أي نتائج من ترشيد استهلاك أو زيادة كفاءة في الطاقة بينما لاحظي أنت مجملة دول الأوروبية على سبيل المثال سنوياً معدل انخفاض استهلاك الفرد للطاقة حوالي 3% نعم فبالتالي إحنا فيه ازدياد يعني لاحظي سنوياً إذا بتسعفني ذاكرتي الفرد في الأردن نصيبه من الطاقة 1718 كيلوات سنوياً زاد ل 1778 أظن أو إشي من هالنوع حوالي 2% إلى 3% نعم إذن فيه ازدياد عندنا فيه هذا واضح أنه ما فيه خطط ترشيد استهلاك الطاقة ترشيد استهلاك الطاقة موجود في الاستراتيجية الوطنية ويجب أن ينفذ أنا في رأيي أسوة وبالتوازي مع انتاجات الطاقة المتجددة نعم نعم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية في البنية الخضراء ودراسات الطاقة وعضو أيضاً في مركز الدراسات الاستراتيجية للطاقة الدكتور المهندس أيوب أبو دية شكراً لوجودك معنا أهلا بك شكراً لكم